نرحب بكم من جديد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو والشيخ محمد بن راشدة المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي افتتح حتى اليوم عالي حصة بن تايسة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع الدورة السابعة عشر من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارضة برفقة عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات من قطاع الإغاثة والعمل الإنساني ويمثل هذا الملتقى الإنساني الرائد والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام في دبي تحت شعار الإغاثة وفيروس كورونا افريقيا محورا منصة لمناقشة عواقب الكوارث الحالية التي تواجهها قرة افريقيا وعلى رأسها جائحة كورونا والعمل على إيجاد السبل المناسبة لمعالجتها وحلها وقامت معالي حصة بوحميد بجولة في إرجاء المعرض الذي يشغل مساحة إجمالية تبلغ ثلاثة ألاف وخمسمائة وثمانية وثلاثين مترا مربعا وتفقدت بعض أجلحة المنظمات الإنسانية المحلية والدولية هذا ويصاحب الوتمر معرض يشارك فيه أكثر من ستمائة من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية الحكومية والعلامات التجارية الدولية التي تعرض أحدث مشارعها وخدماتها موسيقى